الزواج تقليدي وبنة اليوم هذا هو الموضوع ديال اليوم مرحبا بكم وكملوا معي الفيديو حتى الأخر باش تستفدوا ونكونوا دائما مفيدين ومستفيدين إلا بارتاجيتو لأهل والحباب فضلا منكم ليس أمر نبدأ على بركة الله الفيديو ديالنا كما العادة بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال يا ربي اتمنى يلقاكم هذا الفيديو وكلكم على خير وباخير مرتحين في عقلكم وقلبكم هذا هو الأهم تشاهدوه بكل حب وكل فراح نبدأ على بركة الله بديت معكم العجينا رقم عارفين بالأمال فكحتاج الوقت كنسبقوها هي اللولا من الأعمال ديالنا اللي كنديرو في المنزل اللي ناركم عارفين مهلا طني ما كيسرش ديالش قال الله يهدينا وخلاص والله يهدي العائلة علينا خفو علينا شوية رخفو علينا شوية من هكا يا الرواين ديالهم والله يهديهم والله يهدي الوليدات اللي عنده الله يخليهم ليه والله يهديهم ليه وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم على الفيديو فاشدويت على الوليدات اللي ما عندوش نتمنى اللي ما شافش الفيديو يشوفوا باللايك والاشتراك والبرتاج مع الأهل الحبب فضلاً منكم ليس أمر فيديو فيه المفيد لكم هنا كنشارك معكم نعناع باقة عند البنات اللي سولوني عليها ديرها في البانيو مازل ما درتهاش في السطل ما عرفت شسطل واش غا تستق فيه ولا اللا المهم هنا يا كان نقطع منها وكان دير فيها أكلتين زوين البنات نعناع ما نقول لكم مش واحد لما دقلي فيها عريش واحد اللي درته في البلد تشميه من خارج الضار والله العظيم اللي نعناع زوينة ديرتي زنيت كنت جبتها شاركتها معكم ودرتها هنا يا كتخلفها كان نقطع منها وعودتني كتنوض عريشة خرين من جديد المهم نكمل لكم على الموضوع إن شاء الله والفيديو غادي غادي نوجد على الفطور لشي نصاهمين الله يقبل لهم ولينا والجرميع المسلمين النوضة البنات اللي عندها شي دين دقدي هراخ رمضان بقليه والو إن شاء الله اللي يدخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله يربي العالمين اللي عندها شي حاجة تحيدها عليها راكم عارفين عليش داوية الي ياما البنات تدوز ضغياء كالطير نهار اللي تزمك يرجع علي عليها شي حاجة تحيدها عليها راكم عارفين علاش كان دوير مهم إحنا عيالات كان فهموا بعدنا والحمد لله نتمنى إن شاء الله تستفدوا دائما آآ تشتركوا بالجرس توصل دائما بكل ما هو جديد آآ هنا يكا نشارك معكم هاد اللي عويدت هادو كما كتشوف ورضتهم على هاد الشكل هادا اللي فيتلي آآ صوبتهم معكم المهم كنشارك معكم هاد الفيديو في هاد السطح هادا اللي آآ هاد السطح هو أحفرت الزين ديال هاد الدار المهم آآ يقدر يكون هاد الفيديو آخر فيديو نديرو معاكم فهات السطح هادا اللي عندي فيه ديكريات آآ زوينة وديكريات آآ مرة مهمة اللي قدرت إن شاء الله نشارك معاكم آآ شي حويجت هكا غا نشاركهم معاكم إلا ما قدرت تشاركهم معارفين المهم كما كنت لكم يقدر هاد الفيديو يكون آخر فيديو فهات السطح ما نعرف آآ الأقدار بين أيدي الله والحمد لله على كل حل هنا كنوجد حريشة للناس اللي كنت لكم صايمين اللي هيقبل والكيك غا نوجدها بالفينو وبالخميرة ديالة العاجين ما غا نديرش الخميرة ديالة الحلوة نهائيا غا نديرها غير الحريشة اللي غا نوجد وبديت على بركتي الله والفيديو آآ شارح نفسه كيما كنت لكم آآ نكمل لكم على الموضوع اللي دوي عليه اللي هو على آآ الزواج تقليدي وبنات ليهم اللي ما بقاش كاسبرو كيف آآ الأمة هاس ديالنا وجد دواتنا قليل في نتلقايش ابنية هكا آآ في هاد العاصر اللي احنا فيه توجد آآ آآ إنسان اللي عمرها دار و بعائلته وبفلوسه كامل مكمور كما كان قوله المهم عيشة بخير وعلى خير وصابرة آآ عيشة بين العدوزة واللوسة واللوس آآ مرتلوس ولادها يعني العائلة كتكون كبيرة تبارك الله ما شاء الله كتلقيها صابرة آآ في هديك آآ الضار مع هاتيك العائلة صابرة الحرة والمورة كما كانوا قولوا يوم عسل يوم باصل خلاوها أخوتنا المصريين والتحياتي ليهم آآ والمتتبعين الأوفية فين ما كنتوا في كل مكان في كل بلاد كيف ما كنتوا فين ما كنتوا هناك نشرك معاكم لكيكا بعدما هكا خلطها مزيان ودرتها في المقيلة ديال المسمن دخلتها الفران هنا الحريشة ديالي طيبة تبارك الله ما شاء الله وكويسة دائما حاضرنا درفة طبيعة مغربية وإن شاء الله تمنى الفيديو يعجبكم مقبلوا عن المحتوى بسيط كما انتم ومولفتوا معي مواضيع اللي تهمكم هنا اخرج الكيكا ديالي حتى هي واجدة تبارك الله ما شاء الله المهم فطور خفيف ضريف وبصحة الناس اللي صايمين وصيام مقبولة إن شاء الله الله يقبل الأعمال لهم ولنا ولجميع المسلمين حتى اللي كيوجد رهاب حالي للصيام الحمد لله الله يقبل لنا الأعمال ويجعلها من ميزان حسنتنا إن شاء الله مقبولة ما زديوش على الصوت ختكم راكم عارفين هاد الهواء كان مرضو وكان براء وكان نعياء والمهم من الله يجعلها من مغفرة التنوب هاد الرواح اللي ولا بزاف الناس مرادين به كيدوز من شخص لشخص هاد علشاء اللي بنتردو بلكم بزاف من هاد الجو هذا من الأحسن أنكم تديروا الكمامين اللي خرجتو وردو بلكم لوليدات هكا من الهواء أنا شاركت معكم عشيوة خفيفة وضريفة الحوت عديسة المهم اللي يقسم الله الله يدومها نعمة وحفظها من الزوال هنا جيت نشارك معكم هاد الروينة العقيقة اللي عندي مهم كي نجمعها قلت لكم اليوم موضوع ديال الزواج دقليدي والبنات اليوم اللي ما بقاش كي يصبروا كيف الأمها ديالنا وجدواتنا قليل قليل اللي كتلقى بنت الاصل صابرة ومتحملة اللي ربي كتبوا عليها واللي مغرفتها هزته لها المهمة تكون مع مول دارها مرتاحة متفاهمين مرتاحين كي ينتقى كي ينصبر كي ينصراحة كي ينالوافة كي ينالرحمة والمودة هادو هما الاساس ديال الزواج يكون تقليدي او عاصري او مثلا بينهم حب حقيقي او ما كانش حب من بعد كي يجي العشرة كتولد الحبين طرفين إلا كانوا متفاهمين راه اكيد غايكون الحبينتهم والرحمة والمودة كي ما قلت والصبر والوفاء والثقة والصراحة دائما يكونوا صارحين مع بعضهم الصراحة راحة كي ما كان قولوا والقاصح حسن من الكداب كي ما كان قولوا اللهم الواحد يجيك نيشا يصارحك باللي كين تكون حاجة قاسحة ولا صعيبة ولا كيف ما بغى تكون لهم الصراحة ولا مشكل كبير اللي كتولدوا هذيك الحاجة اللي خبينها على بعضنا قدم ما احنا كنكونوا صارحين مع بعضنا قدم ما اه كان كونوا سعادة ومتفاهمين وعيشين باخير وعلى خير الصراحة هي اللي كتخلي هذك الزواج استمر والمودة اه والرحمة والثقة والوفاء والصبر كذلك قدم ما اه صبرنا قدم ما ربي كيعوننا وكيزيدنا اه في الصبر والحمد لله الله يهدي ما خلق كي ما قلت غير الصراحة تكون اللي كانت شها جخص الواحد يصارح بيها اه تكون المرأة والراجل ما هاكا كتكونوا مع بعضكم متفاهمين اما اه خبيعليان خبيعليك شدعليان شدعليك قطعليان قطعليك هذك الشي كله غير اه كيزيد مشاكل اعلى مشاكل وكيزيد اه الخراب اه ديال البيوت كي ما قلت الله اهدي ما خلق المهم موضوع كبير وحساس وفيه ما يتقال ان شاء الله اللي هو الزواج تقليدي وبنة اليوم باقي فيها البنة ما يتقال ان شاء الله في الفيديوات المقبلة غاد نشاركوا معاكم بكل فرح ان شاء الله غنتعمق فيهم زيان انه اه بعد الاخوات طلبوا مني اه نحط اه فيديوات هكا على هذا الموضوع هذا ان شاء الله باش تستفدوا واعطوني بعض الافكار بعض النصائح هكا اه اللي نشاركهم معاكم ان شاء الله بعد اقتراحات اللي غتستفدوا منهم ونصائح وافكار ان شاء الله غدي اه تنفعكم تصنوا لفيديوات ان شاء الله المقبلة بلايك والاشتراك بالجرس توصف دائما اه بكل ما هو جديد ان شاء الله اسمحولي على الصوت شوية عندي اه صداع هكا احدا كاني اللي بنايا كي يريبو شي حاجة اه احدانا المهم اه كله اه مرة و الظروف اللي اه كاد خلينا اه هكا نكونوا مطرددين انا نديروا مونتاج متى الان الا تبغي ادير المونتاج كيكون صداع احداك الى تسنيتي الفيديو خاصة يتحاط لما يبرقوا معارفين اسمحولي على التعطال ان شاء الله كي نجدد كي نجد فيديوات جددين ان شاء الله كما اقول لكم غير كونوا معي بصدق ونتمنى اليوليكم التوفيق والنجاح الله يوفقنا جميع التحية اليكم وكاملين وتتبعين الافية داخل ارض الوطن مطنجة القويرة وخارج ارض الوطن في كل مكان في كل بلاد نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ضندية لكم محتوى في المستوى ان شاء الله كما دائما ملفين معي والصراحة راحة والحمد لله دائما لوحد منك يكون صريح ومعقول ربك يزيد وكيعاونه طه الله فرصكم السلام عليكم اشتركوا في القناة